الإمام مالك يبعث إليه العابد العمري رسالة يقول له فيها يا مالك كفاك تدريسا للطلاب تفرغ لعبادة الله فإن أجلك قريب كافي درس علم صلي وصوم أجلك قريب الإمام مالك يرد عليه برسالة تكتب بماء الذهب فيقول له يا أخي إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب إنسان يسر له في الصلاة ولم يسر له في الصيام ورب إنسان يسر له في العلم ولم يسر له في العمل وأنت يسرك الله للعبادة وأنا يسرني لطلب العلم فكلانا يعمل من أجل الله والله لو المسلمين الآن كل واحد يسمح لأخيه أن يعمل بهذا الاتجاه والله لرعين العراق جنات تجري من تحتها الأنهار